شاهدين وصلنا لسؤال صفحتنا وهو حول عاملات المنازل وتجاربكم في هذا السياق خلينا نشوف تعليقاتكم على السؤال مع أنه يعني هم بيساعدونا صراحة وبيخففوا عننا وقد يكونوا أحيانا شيء لابد منه يعني أم عبد الله بتقول والله أنا من رأيي أنه الخدامة ما إلها قيمة في البيت لأنه بتسبب إهمال في البيت وإهمال عند ربة الأسرة اللي بتعتمد عليها كليا يعني الخادمة ما بهم هالأمر لا في تربية الأولاد ولا في عناية في البيت ولا في المرأة بتسلم أمرها كله في المرأة بتسلم أمرها كله للخادمة وفي الآخرة بيكون أمر سيء جدا ربنا خلق المرأة تقعد في بيتها وترعى زوجها وترعى أولادها وتفتح المرأة مجالها كثيرة لإهمال الزوج وإهمال الأولاد طيب يعني وجهة نظر أنه كمان ما تعتمد على الخادمة جوري تاية بتقول أنا لا أتقبل وجود خادمة بالبيت مهما كان السبب السبب هو تأثير الخادمة على تربية الأطفال مما يؤثر على عقيدتهم والعداد التقاليد اللي بيتميز فيها شعبنا الطيب قناة اليرموك الفضائية القناة الآمنة جزاكم الله خيرا على طرح مواضيع هامة وكذلك أنت جزيتي خيرا ابتسام سمرين بتقول قلتم كماليات شبه ضرورية لكنها عند البعض ضرورية ضرورية لربة المنزل العاملة أو التي لا تقدر على أعباء المنزل لكنني أنتقد ربة المنزل اللي بتركن على الخادمة في تربية الأولاد والعناية بهم يعني هنا القول الفصل صراحة عند أختنا ابتسام من مهمتها إنما هي أمومة طيب وأعجب كل العجب ممن يتخلى عن بر والديه ويسلم الأمر للخادمة وأرى كثير من كبار السن يمسك بيده أو تمسك بيده الخادمة فهذه ليست الرحمة وليست البر بالأبناء والآباء فكل لهم مهمة في المجتمع وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعيتها الله يجزيك الخير واختنا ابتسام مبنى صالح فكرة الخادمة مشروعة شرعيا ومجتمعيا وبالضرورة المستحدثة ثقافيا ولو كانت كل الأسر قادرة ماديا على جلب الخادمة لأحضرتها إلا أن سوء الوضع ومشكلات كثيرة بتجارب كثيرة من الأسر أبغضت فكرة وجودها وصدقا مشكلات الخادمات في المجتمعات معقدة وتربك حلول العاملات كثيرا لكنه بعرفش إذا قرأت صراحة العبارة صح لكنه اختيار صعب لابد منه عند الكثير الله المستعان أحسنتي أختنا منا عمار مخللاتي أبو عبيدة بقول فكرة غير مقبولة في مجتمعنا المحافظة التي تربى على أن الأم هي مصدر العمل ونبع النشاط وقدوة البيت في غرس القيم الحميدة التي تخص العمل والخدمة في البيت فمنها تتعلم الفتاة كيف تعمل في بيت زوجها مستقبلا ومنها يتعلم الفتاة كيف يخدم أهل بيته مستقبلا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم نهيك عن تعزيز قيمة بر الوالدين خلال نشاط الأبناء في البيت والقيام على خدمة والديهم والاهتمام بخصوصياتهم في المقابل ذلك لن تجدوا متوفرا عندما نعتادوا على الخادمة فهم يبلغون من الراحة ما يجعلهم حتى لا يهتمون بأشياءهم الخاصة طيب يعني بتعليق عمار احنا بنختتم تعليقات على هذا الموضوع يعني مشاهدينا لا يموت الديب ولا تفنى الغنم هيك المثل بيحكي يعني احنا الوسطية اشي حلو كمان ست البيت بتتعب والبيوت صارت شغلها كتير وخاصة مع السيدات كما قال بعض العاملات خارج بيوتهم وإذا في مهمات كتير كبيرة وأعباء بيستلزم وجود وحدة تساعد ست البيت ليش لا يعني ست البيت ما نوجدت للخدمة ست البيت لها مهام أعظم من ذلك بكثير هي بتربي جيل هي ممكن كمان بتساعد زوجها في العمل فبالتالي مين حكا إنها ست البيت للخدمة ومين حكا إنها المرأة موجودة في البيت عشان تخدم أبدا هذا الكلام مش صحيح يعني بنتساعد كلنا بنجيب خادمة أسبوعية بنجيب خادمة لكن ما بنخليها تتولى المهام التربية والتعليم والتنشئة وحتى كبار السن إحنا ممكن تساعدنا الخادمة فيهم لكن برهم واجب علينا وبحيث إنه نكون مراقبين ومتابعين يعني أنا بحكي كحل وسط إنه بصير نستعين فيها لكن نعرف مين بندخل ع بيوتنا ومين بنجيب وما نخليها تتولى هي كل المهام وما يصيبنا إحنا كسل وإنا نركن عليها في كل شغل البيت لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم نتمنى تكون نالت إعجابكم إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج بيتكم عامر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة